مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم قبتلكم اكلاء او يعني وصفة جدا حلوة واقتصادية نوعا ما واللديدة جدا جدا اللي هي برياني اللحمة المفرومة او برياني الدقة زي نحنا منقول يعني في عدن نحن سمي لحمة المفرومة دقة سواء كانت دقاج او لحمة نقول لي دقة انا قدمت مع عشار العنبة وانتم تقدروا تقدموها مع اي حاجة زي انت بالبيض والبصل والطماطم بس ايش عشان تفتح النفس وما شاء الله الرز حبا بحبا والبطاطا طرية واللديد جدا كده مع عشار العنبة يوديكم حاجة تانية يعني خلنا نبدأ بالمقادر وطريقات التحضير جدا سهلة اول حاجة عندي رز غسلته اكتر من مرة بعدين نقعته ماء ساخن وملعقتين كبيرة خل الروز اللي استخدمته هو رز عنبر او ممكن تستخدموه امير الهند او في انواع كثيرة هنا بهارات صحيحة عندي اوراق الكاري وكمون وكزبرة واوراق الحلبة وهيل وقرفة وقرنفل البهارات المطحونة هنا عندي بهارات البرياني اللي انا استخدمت مهران وعندي هنا بهارات السبعة اللي انا تبعي يعني اعمله هنا عندي كمان من كاري الكشي وهنا كمان عندي زنقبيل مطحون وعندي كمان اللي هو النعناع المقفف يعطي له طعم روعة كل شي من ملعقة صغيرة تمام؟ هنا عندي بصل مفروم شرائح بصل مفروم عندي بطاطس وثوم ومكعبات طماطم وفلفل حار اختياري وكزبرة اول حاجة هنا قبت اللحمة خليتها تفكت دوب كانت عندي بالفريزر وببدأ اتبل اللحمة المفرومة بتبلها بشوية من نص ملعقة من النعناع نص ملعقة من الكاري نص ملعقة من البهارات البرياني نص ملعقة من الزنقبيل وكمان نص ملعقة من البهارات السبع وكمان نص ملعقة خلنا من ايش من النعناع كل شي نص ملعقة وعصرها ليمون ونص العلبة زبادي او الزبادي العلبة الصغيرة جدا كمان عندي ملعقة صغيرة من الثوم هادي التتبيلة حق اللحمة كل ما جلست في باك كل ما كانت احلى كأننا نعمل برياني الدقاج او برياني لحم عرفتو بس اني باللحمة المفرومة اضافة الزبادي للبرياني ايش تسوي تخليها طرية اللحمة المتاكلوها تجي كدر اللحمة صوفت كده وطرية مش ناشفة ولا تحسو كده يعني قوية لا وهنا اكيد اخدت رشة من الكزبرة عشان الطعم كل ما خلتوها بالتتبيلة كل ما كانت احلى احلى تقدروا تضيفو فلفل حار كمان بودر يعني هنا قبت حقي الطاصل اللي بعمل فيها او القدر وضفت رز زيت وضفت كمان ملعقة كبيرة من السمنة دوبته تمام مع بعض والان بضيف شرايح البصر وبخليه تتحمر او يعني ممكن تخلوه لونه زي الزربيان بعد ما تحمر البصل اضفت اضفت البهارة الصحيحة واول ما تطلع ريحته خلاص ببداع اضيف البطاطس اخليه كده شوية تتشوح بعد انزل باللحمة المفرومة نزله كده وعلى نار عالية خلاص اقلبه كده قلبتين ما شاء الله كده تحسوها طرية كده اللحمة بضيف الآن ثوم كمان ملعقة صغيرة من الثوم ممكن عني تضوفه كده حق خمس فصوص ثوم تقريبا بس ان الثوم ما شاء الله عندي قوي والان بنزل بالبهارات المطحونة الباقية كامل نفس البهارات اللي تبنى فيها اللحمة المفرومة بضيفة كامل خلاص وقلبه كده تمام الآن بضيف قليل من الكزبرة لان الكزبرة كمان بنستخدمها بعدين يعني الكزبرة على اضافة وضيف الطماطم المفرومة وكمان كده بقلبه تمام والان بضيف ملعقة صغيرة من الكركم طبعا الكركم اختياري بس يعطيها يعني لون حلو وضفت كمان الملح الملح حسب الرغبة انتم ضوقوا ان اضفت ملعقة صغيرة من الملح كده قلبت المكونات كله مع بعض الآن بضيف ماء ساخن تقريبا اضفت كوب ونص من الماء عشان تستوي البطاطا اما اللحم المفرومة تستوي بسرعة يعني ما تحتاجش وقت اذا ما بتعملوش ما بتضوفوش بطاطا اللحم المفرومة يعني يمكن تاخد كده عشر دقائق وخلاص تستوي او اذا طولت خمسة عشر دقيقة وعدو كتير لا خمسة عشر دقيقة وتستوي هدي اسهال برياني بتعملوه خلاص غطيته كده شوية بس يستوي البطاطا الان عندي ماء وبضيف عليه ايش منكهات مثل الكزبرة بضيف عليه شريح ليمون بضيف عليه كمان البابر والملح وبخليه يغليه بس غلته ما متنكه الماء بضيف الرز بعد ما صفيه الرز اللي نقعته بعد ما صفيته ضفته وخليه يغليه على اعلى نار هنا ما شاء الله جاهزة معايا الكشناء اللي هي اللحمة المفرومة ايش اقول لكم الريحة ولا الطعم ولا يعني مزبوطة وهنا الرز ما شاء الله شوفوه كيف الرز مستوي خلاص الان يعني ما نطبقه طبعا البرياني يشبه الزربيان العدني بس باختلاف بسيط هنا عندي شوفوه صفار الزعفران او صفار البيض قصدي بضيفه الان عشان البطاطا تعطيني لون تقدروا تضفوه من قبل يعني البطاطا عدنية قبل ما تطهوها كده تعملوه لازال اخزاق البطاطا وتقلبوها بالزنجبيل والصبغة نفس كني بعمل زربيان بطاطا الزربيان بديت اضيف الرز بعد ما صفيت الرز ضفت كمية من الرز و ضفت كمان من الكذبرة و ضفت من النعناع اللي هو النعناع المقفف النعناع المقفف هو اللي يعطي طعم حلو افضل من الفرش و اضيف كمان طبقة الرز اخر طبقة يعني كامل من الرز كده تمام شوفو رتبوها لان اش باضيف باضيف الصبغات اللي هي اللون والفلفل اللي غليته في بالرز ضفت هنا صبغات الزعفران صفار الزعفران وصفار البيض صفار البيض اللي هو لونه برتقالي وصفار الزعفران اللي لونه أصفر وآخر شي كدير الشامل الكزبرة آخر حاجة ضفت من الزيت المبخر طريقة الزيت المبخر قد نزلت لكم يا طريقته أو ممكن تضوفه سمنة وهنا عندي ورق زبدة طبعا عندي ورق زبدة كنت طبخة في بس صباح فطايت بالفرن حرام أخدته بليته بالماء وعصرته وغطيته حطيت تحت حديدة وخلته ينكمر على نار هذا 20 دقيقة وهنا عندي عشار العنبة إيش أقولكم عشار العنبة إيش ده الطعم وإيش الريحة رهيب وهنا الأشياء اللي بزين فيه بالطبق أو بزين فيه بالبرياني هنا ما شاء الله بعد 20 دقيقة البرياني جاهز نبعد كده هذه الورقة خلاص نرميها والآن شوفوا ما شاء الله كده الفلفين حطوا على جنب ونبدأ نقلبه ليش قلبتوه تقدروا أنتم تقلبوه على صحن بس أني قلبتوه بنفس هذا القدر عشان أني حابة أقدم فيبو يعني الأكل أو الرز عرفته أو البرياني يعني وكده بزينه أول شي قلبوه طلع البطاطا واللحمة المفهومة من تحت يعني كده أخليه كله يتوزع في كل مكان عشان الكل يأكل يعني لما حد يأخذ من الطبق أو من القدر الكل يأكل بعدين هذا القدر حلو يعني مش بس تطبخوا فيه حلو كمان للتقديم كثير تسألتوني على قدر هذا الزهر شوفوا بقولكم هو حلو بس مش عملي أنكم تطبخوا فيه دايما إذا أنتم تحبوا التقديمات وأنكم تقدموا بالقدور بقولكم خدوه اطبخوا فيه وقدموا فيه لكن أنكم تأخذوك شي عملي وأنه دايما تطبخوا فيه لا أنا منصحش في قدر مش أي حاجة تشوفوني أني أصور فيبو كده إنه ممتازة لا الحاجة الحلوة بقولكم حلوة والحاجة اللي ما بتنفعش ومش عملية بقولكم هي مش عملية وما تنفعش نحن صريحين خلو نحن من البداية صح وخلص هنا زينتوا بشرائح البصر شرائح الطماطم وكمان زينتوا بشرائح البيض حسيت البيض حلو مع اللحمة ممكن تعملوا لحمة مش بس دقة لحم فقدروا تعملوا دقة دقاج كمان لحمة مفروم دقاج ممكن أقلت لكم مفروم لحم اللي معاكم زينتوا كده بالبقدونس لأنه تعرفوا أخي يحب البقدونس وإيش قلوكم يعني كان الأكل من أروع الأكلات وأسهل الأكلات وهذه الأكلة كمان تنفع عشاء أو إذا عندكم عزومة يعني أحد أقلكم ضيف كده فقأة بالوقت عشاء تنفع أنكم تعملوها ويحبوه كده تحرفوا الرجال مرات يحبو الرز يعني تعشوه لا يشتوه رز هذه أكيد من أحلى الأكلات ولذيدة تعملوه ممكن قنبس كده سلطات أو تعملوه قنبس حاجة كده مقلية ممكن إذا هم يحبوه يعني الكرسترول يزيد في الليل ممكن عادي بس صدقوني جدا لذيدة وصدقوني دايما بشارككم بأكلات كده حلوة وسريعة ونفتكر كثير أشياء من اللحمة المفرومة لأن اللحمة المفرومة أعتبره من الأشياء المهمة اللي لازم نوفرها في طلبات البيت لأن تعرفوا اللحمة المفرومة سواء كانت دقاج أو لحم تقدروا تعملوه بأشياء كتيرة كباب تقدروا تعملوه بأمكارونا وأشياء كتيرة للأحمة المفرومة أرويكم كيف تاكلوا يعني أنا أحبوه كده مع عشار العنبا والبطاطا الطرية كده وصلا بصل وصلا كده يعني من البصء من البيض وكمان أحب أكله مع القرقير إذا أنتم معكم كده صرطة كده صرطة قرقير بالسلام حاجة قدر روعة بالعافية ليوركم إذا وصلتوا له هنا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت حلو منكم